مهارات الحياة المدرب أيوب السليماني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من حلقات مهارات الحياة المهارة التي تكلمنا عليها في الحلقة الماضية وهي مهارة تقدير الذات وقلنا أن هذا البعد ممكن أن ندركه بأدوات طرحنا فيها أفكار عملية كي ندرك ذواتنا لما؟ لأن قضية تقدير الذات هي أمر مؤثر في سلوك الإنسان ولكن قد نجد أناس كثيرين يجيبون عن تقدير الذات وعن الثقة بأنفسهم من خلال ما يملكون من أشياء وبالتالي تجد أنه يبحث عن قيمته عن قدره عن ثقته في نفسه في الأشياء يبحث عنها في ساعة وفي لباس وفي سيارة وفي كذا ولكن تجد الثقة مهزوزة داخليا هذا ليس هو العمق في الإجابة أعمق إجابة بعد هذه الإجابات كلها التي طرحنا أو الأفكار العملية هو أن تسأل نفسك سؤالا مفصليا ترجع إلى أصلك في عالم المحسوسات نجد أو الملموسات نجد أن الإنسان الذي صنع شيئا هو أدرى به سيارة حلوى أي شيء صنعه هو الأقدر أن يحدثنا عن ميزاته وعن خصائصه وعن الأمور التي هي فيه وبالتالي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه ألا يعلم من خلق سؤال استنكاري أي بلى ربنا أنت تعلم من خلق فبالتالي لابد أن أرجع وأجيب عن السؤال الذي ختمنا به الحلقة الماضية من أنا بمنظور الخالق سبحانه بمنظور الصانع سأجد قدرا وقيمة سنجليها أول شيء الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم أي أن هذا الإنسان هو مكرم في الأصل وفي الفرع الفرع اللي هما نحن أي أنك إنسان مكرم ولهذا هذا المنهج الذي أرساه الله عز وجل بإرسال الرسل والكتب هو مقصوده أنت مقصوده أنت الرسالات هي مقصودها أنت كإنسان كي تحفظ لك هذا التكريم هذا البناء هذا القوام كما وصفه الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أي شيء في أي صورة ما شاء أركبك أي في أحسن صورة فهذا التكريم المنهج يريدك أن تبقى في قيامك وقوامك وتكريمك ورفعتك ولهذا المعاصي إلا الذين هدوك ثم رددناه أسفل سافلي لأنه لما عصى وحاد عن منهج الله نزل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي على سراط مستقيم فإذا أنت إنسان مكرم من اللذن الخالق سبحانه الأمر الثاني أن كل المخلوقات كل شيء هو لك هو مخلوق من أجلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع هو الذي سخر لكم فبالتالي المخلوقات هي من أجلك ولهذا لاحظ حال نهاية الكون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أو للكتب في الرواية الأخرى كما بدأنا أول خلق نعيده لما؟ لأن أنت خلقت هذه الأشياء من أجلك خلقت هذه الأمور من أجلك ولك خصوصيك مؤمن أن صمام الأمان وضمان الكون هو مرتبط بك بعد الله عز وجل يعني تقوم الساعة على شرار الخلق لا يبقى على الأرض من يذكر الله ويوحده فبالتالي ترفع من قيمتك من قدرك إذن أنت إنسان مكرم خلق كل شيء لك أنت مقصود رسالات الرمب كذلك أنت خليفة خليفة اليوم إذا سألنا هذك السفراء الذين يرسلون من طرف الرؤساء والملوك فيختارون أفضل الناس كي يمثلوا البلاد أحسن تمثيل فأنت خليفة الله في أرضه والمعاني كثيرة من بينها أنه خلقنا بيده ونفخ فينا من روحه وأسجد لنا الملائكة وعلمنا وعلم آدم الأسماء كلها وأسجد لنا الملائكة تكريما فالإنسان إذا استشعر هذه المعاني العامة كلها كيف يحس كيف يرى نفسه كيف يرى تقديره لذاته يجده بعمق وبارتباطه به سبحانه ولهذا يا حي يا قيوم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أدنى من ذلك لما؟ لأنك أنت ترتبط به فيصير قدرك ومكانتك وتقديرك وثقتك به سبحانه لا بغيره به ولهذا هو دائم حي لا يموت فتبقى هذه الثقة هذا التقدير مرتبط به ولهذا سنجد في القصص التي ذكرناها قصة زاهر قصة عبد الله بن مسعود في الحلقة الماضية أجدك عند الله غاليا عند الله يربطه بالأعلى سبحانه ثم أتعجبون من دقة ساقي والله إنهن عند الله أثقل من جبل أحد فكلها معاني تربط حالة إجابة عن السؤال من أنا بمنظور الصانع تجد رفعة وتقديرا عميقا عاليا من لدن الأعلى سبحانه دام لكم التوفيق في أمان الله كن قدوة ازرع في قلبك بذرة تسمو بها وتعش حياتك عزاتا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر